اختتمت بالمقر البابوي بالقاهرة أعمال اللقاء الرابع عشر لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في الشرق الأوسط والذي رعاه البابا توضرس الثاني بابا الإسكندرية وتم خلال اللقاء مناقشة الوجود المسيحي في الشرق الأوسط والعلاقات مع العائلات الكنسية والمجالس المسكونية وصدر في ختام اللقاء بيان مشترك أعرب فيه رؤساء الكنائس عن القلق العميق إزاء الصراعات والتوترات التي يشهدها العالم في شتى أنحائه وإدانتهم للعنف بجميع أشكاله ودع المؤتمرون المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراء المناسب من أجل الإنهاء الفوري للعدوان على غزة والبدء في مفاوضات هادفة من أجل التوصل إلى حل دائما للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأضاف البيان إن العدالة هي وحدها القادرة على ضمان استعادة السلام الدائم في الشرق الأوسط